بعد قرع الطبول الحرب على الأبواب مدير الاتصالات بالرئاسة التركية أعلن أن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا في الساعات المقبلة تركيا أعلنت في وقت سابق عن تعزيزات للمنطقة الحدودية مع سوريا قالت إنها تهدف لإبعاد خطر المسلحين الأكراد عن أراضيها حيث شهدت شاحنات عسكرية محملة بعربات مدرعة وآليات مختلفة تتجه من جنوب تركيا إلى الحدود السورية ووصول عناصر من الوحدات الخاصة إلى قضاء البيلي التابع لكلس على الحدود مع سوريا تلك التعزيزات عزاها الجيش التركي لتأمين قواته على الحدود من جانبها وضمن إطار تعزيز الانطباع بأن الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية بات وشيكا قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش أكمل بالفعل جميع الاستعدادات للعملية يضاف إليها وصول قوة عسكرية من مقاتلي المعارضة السورية التي دربتها أنقرة إلى ولاية شانلي أورفا التركية لدعم العملية الوشيكا هذا وناشدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي التدخل لتجنب كارثة إنسانية محتملة في مناطق شمال وشرق سوريا البنتاجون من جهته أعلن نقل القوات الأمريكية في سوريا بعيدا عن المسار المحتمل للعملية العسكرية التركية وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون حذر من أن أي عمل عسكري تركي أحادي قد يكون له عواقب وخيمة على المنطقة بطرس موسى الحدث